الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن اهتدى بهدئه واستنى بسنة إلى المدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة المشاهدين والمشاهدات قناة المرابطون في برنامجكم كلمة التقوى اليوم سنتكلم في هذه الكلمة عن موضوع يمس الجميع عن موضوع مهم ومهم جدا عن موضوع كان يمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس النصح فيه بنفسه ومارسه أصحابه بعده ما هذا الموضوع الذي هو مهم عندنا هو الأمانة في البيع والشراء شنه معنى ذلك عدم الغش فإن الغش الذي انتشر بين كثير من المسلمين ما هو سببه ولماذا الناس لا تتحاشى سببه الغفلة سواء كان الغش في قضية الكيل والميزان يعني الذين إذا كالوا الناس يستوهون يعني الإنسان الذي إذا باع أخذ حقه وإذا يقبض الثمن يقبض الثمن وله أعطيه وله أعطيه لده هذا اللي نتكلم عنهم الله سبحانه وتعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالهم ووزنوه يغسرون شيء قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوذون ليوم عظيم هذا لقاش الذي يبيع بيع يغش فيه سواء في الوزن والله في النوع أظروا ما هو شاكل آخر لا يتخلق شاكل لا يتم توفي لا ماشيه وتوفي لما لا نهاية ولذلك نبه القرآن هنا على أن الإنسان الذي لا يرأي الغش كأنه غافل عن آخرة كأنهم عدلون الدنيا خالقا لا الدنيا وتوهي الربح والمكاسب النبي صلى الله عليه وسلم يمر يوم من الأيام في السوق بنفسه رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه يمر في السوق وهو واحد يبيع شيء من الطعام فأدخل يده في الطعام فجدامه شيء من البلل قالوا ما هذا هذا شنه قالوا الله صابته السماء يعني معناته أنه جعله السحاب قالوا ما لك ما تجعل ألا جعلت الذي أدنى ما لك ما تعددت التحتاني والفوقاني إياك لقاج الله يشري الله يشري ذا يعود رعي فيه من غشنا فليس منا سامع أختي المشاهدة أخي المشاهدة من غشنا فليس منا قالوا شنه معنى هذا من غشنا فليس منا قالوا هذا ليس منا هذا من راسه هذا ما يهمه أن يمرضنا ما يهمه أن يعطبنا ما يهمه أن يأكل مانا هذا يهمه رأسه فهو يهمه لا رأسه فهو ليس منا فهو ليس منا ولذلك هذا الذي يبيع غشا هذا يأكل حراما جسمه نبت من حرام فهذا لا تستجاب له دعوة ولا تقبل منه نفقة ولا يقبل منه حج لأنه غاش للمسلمين فلذلك الإسان الذي يبيع أي بيع من عند رقاج يبيع الحم لا بد أن يبيع الحم الصالح ما يعود يبيع شيء خاص لا يمرض المسلمين الإنسان الذي يبيع المواد القذائية الإنسان الذي يبيع الصيدلة وأمورها الإنسان الذي يبيع أي شيء يتعلق بالمسلمين لا بد أن يتأكد أن هذا يصلح للمسلمين ولا يضرهم أما إذا كان متيقن يبيع عنده شيء من الديوك فارغ تاريخها وعلى الله عنده شيء من الأدوات فارغ تاريخها ويعرف أنه فارغ تاريخها وبيعها فهذا آكل سحت جسمه نبت من حرام وهو ليس من الأمة وأنا أقول للسادة المشاهدين هذا النوع ما يستر حد بيع للمسلمين شي فارغ تاريخه واجب لكل حد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الجهات الرسمية عنه لأنه لا يخاف الله وليس منا فهذا ستره ليس هذا ليس ستر بل هذا تخاذل وتواطئ على الإثم والعدوان فلذلك ينبغي أن يفهم هذا في سياقه أن الأمانة في البيع والشراء تتطلب أننا ذا الله ينبيع يعود وافي الوزن وافي الكيل ويعود أيضا قاد يستخد مراد بما ذا الله الشلال وقاد يصح به أما من ينقص الوزن أسوف بورو أسوف الحم أسوف يشي فهذا موعود بعذاب أليم والله سبحانه وتعالى لا يقبل من يوم القيامة صرفا ولا عدلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وقال ما غشنا فليس منا أسأل الله العظيم رب العسك الكريم فارغ الحب محي الإرام وهي رميم أن يجعني واجعلكم من يستمعنا وقال فيتبعنا حسنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تظرنا في الحلقة القادمة من برنامجكم كلمة التقوى